موسيقى 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 الجولة الابريل للحوار الاجتماعي التي ترأسوه السيد رئيس الحكومة يأتي في إطار هذا المسلسل الذي بدأ بنقابتين والي اليوم فيه الكونفيدرية العامة المقاوات المغرب والي تختتم بنقابة تالية الأكثر تمتيلها اليوم كان نقاش مهم حول الإصلاحات الهيكلية التي تضمنتها أو تضمنها الاتفاق الذي وقعناه السنة الماضية والحمد لله هذه فرصة لتأكيد مرة أخرى على أنه هذا الاتفاق الذي يجمع ما بين النقابات وما بين المقاولات وما بين الحكومة وهو الإطار الذي يجعل البلاد ستقدر تقدم كيف ستقدم أولا بالتأثير لعدد الموادع التي مع مرهمة تأثرت في تاريخ البلادنا بحل الحق الدستوري اللي عند الشغيلة من أجل ممارسة الإدراب وبحل المدونة ديال الشغل اللي كيف ما كان عرفوه وهدو موضوعين أساسيين اللي عندنا أمال من أجل تحرير الطاقة في البلاد من أجل دعم التشغيل ولكن دائما في إطار الدولة الاجتماعية التي تضمن وتكفل الحقوق للمواطنات والمواطنين طبقا لتوجهات سيدنا وهي أموجات في البرنامج الحكومي ونحن نؤمن بها ومن خلال الاتفاق الاجتماعي ومن خلال العمل التشاركي سنوصلوا لهذا الأهداف في القريب من الأيام إن شاء الله شكرا وما تنسوش تتابنوا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي